حسنا هذا القرآن يا حبايب وهي إدي على القرآن وأنا أقسم برب العالمين أني ما كذبت بولا حرف ولا بالمقطع اللي نزلت على ياسو سواء الأول أو الثاني من مسلسل ياسو وإن شاء الله رب العالمين يطلع هذا الشيء بصحتي وعافيتي إذا كذبت أو رح أكذب بالفيديو ما لليوم وأنا داحلت قدم رب العالمين مهام من أي أحد أهم شيء قدم رب العالمين عارفنه أنا على الحق وهي أقسم برب الكون وإن شاء الله أموت اليوم قبل باطر إن كل الحجاة عمر أبو الرب المقطع مالته واللي محط بي ولا دليل هو كان عبارة عن شذب عليكم الآن دليل كتاب الله اللي أنا حلفت عليه ولهو على الحق يطلع ويحلف مثلي إن كل شغلة حجاها بي وكل تشويه سمعة حجاها عليها إنه هي صح علي كلين خلينا نبلش بالرد على جزء جزء من مقطعه ورح تشوفون بعينكم كل حرف وكلمة أوجهها إلى هيكون بها دليل أوكي؟ يلا نبدأ خلينا نبلش بالفصل الأول هل أنا شخص سيء؟ أنا شو كنت قلت إنه أنا أفضل شخص بالعالم بس أنا يحجي الحقيقة اللي أنت تخاف منها وغيرك يخاف منها بعدين حط ثمنين لو أنا كاتب بي أنس وأصالة أوكي شفت المقطع؟ أكيد لا لأن المقطع يا حبايب ما حجيت بي أي حرف على أنس وأصالة ولو حجيت شي غير لأق تعالوا قصة الثانية وبالنسبة للصورة مصغرة ما أحس إنه أنت الشخص المناسب إنه تجي تنتقدني على هذا الموضوع اللي يحط على رغدة زا 18 ولي حط هذا الشي ويكاتب عليه مدري شنو رخيصة بس كبيرة إلى حق يجي ينتقد صور من صغرة مالتي فأني قال إنه أنا إلي وجهين وعساس أني ما أخذ فلوس من شخص وين دليلك؟ حبي يا عمري يا روحي أنت وين دليلك؟ أين الدليل أنا لا أرى؟ كنا عدنا لسان وكنا نقدر نحجي حس أذاني قالت إنه أنت ما أخذ فلوس من ياسم هل أكو دليل؟ ماكو دائع على كلامي ولا أنت جايب أي دليل؟ وطلعتني وإن أكذبوا بالنسبة لتشويه سمعة البنات أتوقع أنت من قصر يعني ماشا خلينا نسمع شوية من مقاطعك شو أنت تحكي على بنات العالم بستغل خواته عشان الفيوز ممكن تفكر أنا عم بحكي عن شيرو بيوتي لا أبحكي يس مام كلنا كنا مركزين عليك مام كتير كيوت بطلعوا من نفس الرحم الله أكبر عليك إيه الحلوتي بعدين تعال شوها بسمعة فيت الزين خين بنش بالفصل الثاني توحك على أم شخص داخل المستشفى وتسبب من أول ثانية بلش بيها يعني أنت أصلا بنفسك قلت أنه أنت ما شايف مقطع ريدر ممكن أنت مجتمع هذا الاسم هلا بشرح لك مين هو فيها يا رب طبعا كل هذا بسبب ياسو ماذا ماذا كيف دخلت أمه المستشفى ما أظن في حدا حضر العشرين دقيقة كاملة إلا لو واحد من أهله أو أصحابه كثير وجايت تحكي بالقصة انت منتقد رهيب الصراحة الانتقد يا حبيبي أنك تبين أيوب وإيجابيات الشخص هاي حسبوك كبيديا إذا أنت الموضوع أصلا ما شايفه شون جايت انتقد والمفروض أنه أصلا ما تكون متحيز يعني ما تكون واقف في أحد أنت بأول ثلاثين ثانية حرفيا سبيتني وسبيت ريدر وأنت أصلا بعدك ما شايف أي شي من المقطع بعدين تضحك على أم ريدر تقولك كذاب هل أنت دخل بعق عقلي يعني مثلا هل أنت عالم نفس بيوم الأيام يا حبيبي أحمد أبو الرب نزل استوريات شان ديبتي على أبوه إنه هو بي كورونا وخايف إنه ويصل لشي كنا بيومنا تعاطفنا وياه واني بنفسي نشرت الخبر وقلت للناس تدعي له لاني تربت على هذا الشي وهذا الشي اللي إمرنا بي رب العالمين إنه إحنا ندعي للمريض ورب العالمين هم قال لا تدخل بنيتي الشخص أني دليل كتاب الله أنت وين دليلك؟ أنا يمكن مو شخص جيد بس ما كذب لا وربي ما كذب تخيل بهذاك اليوم لما أخوك نزل استورياتي بتي على أبوه يطلع آني ولا أي شخص يضحك هل هذا الشي حلو؟ هل هذا الشي ضحك؟ هل هذا الشي ما يجرح؟ هل هذا الشي يعتبر انتقاد؟ إذا أنت ما اعتبرت نفسك ناقد فإنت فاشل تماما بهذا الشي صديقي الفصل الثالث عمر أبروب طفل لا والله ممسبة هذا الواقع والله يواقع ليش؟ بالمقطع يا حبايب كتب كومت ورسل لي المقطع اللي حطيت حجيت بيه على ياسو يعني المكالمة اللي بينه وبينها وان هو رح يوديها المهندس صوت ويشوف هذا الشي مفبرك لو لا توصلت وياه ودازيت لعشر دقائق من المكالمة من هالجزاء اللي حجيت بيه على ياسو يقول لي لا دزلي لخمس ساعات عفواً انت ليش تريد بمكالمة خمس ساعات يعني هالمهندس يقولك لا 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 أنا رأيت لخمس ساعات كاملة يلا يحدد طيتك الجزاء اللي انت تريده والجزاء بيه عشر دقائق كاملة يقول لي اذا ما انت تطينيها كاملة انا ماريت انت طفل حبي طفل 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 طيتك عشر دقائق يعني هاي عشر دقائق قد يقر تثبت لك شي؟ وديها لسي الاكبر مهندس صوت خليه فحصل عشر دقائق واذا يقول لك بيه فبركة تعال اتفل عليها بس تعرفون ليش هو يا حبايب هو اصلا ما يريد يطلع الواقع وانا اصلا حطيت دليل ان مكالمة مسجل من شهر 11 وصورتها بالتليفون اصلا حطيت لكم يا بالمقطع حتى قارنا تروح تشوفو علي مدية بث كلام نحطيكم يا بالوصف وانه هو فعلا انتجيل قديم وانه لا رايدر ولا احد دزليه بس هو ميريد يبين الواقع هو يريد يبين هو مدريش يريد المكالمة كاملة هالي اتره هو يريد ياخذ الفضايح على النوربار والفضايح على قمر والفضايح على يارة والفضايح على اسامة والفضايح على غير لان اكو اشياء كله شبيرة ترى اني شرتها يا حبايب في المقاطع مالتي خفيف يا اعتبر يانسوا حجت عليهم حجي زاء 18 وحجت اشياء كله شبيرة ما راح انشرها حتى حتى بعدين ما راح انشرها لان اشياء اظهرهم وتشو اسمعاتهم باللسمن يقول شون قبلتها على يارة تراني توصلت ويارة وهي وافقت لان هي اصلا تريد تريد على الموضوع وتوضح الحقيقة للناس فام انا كل شي نشرته يعني اعرف شنو ذلك شر بالضبط علي كلنا 10 دقائق يثبت انه كلامي صح اتوقع بس هو ما كان يريد يبين اذا الفويز مفبرك ولا لا لانه هو عارف ان الفويز حقيقي وهذا يبين انه انت منافق وما تريد الحق ولكن رب العالمين يعرف بهذا الشي وحد دور الدنيا وربك ويثبت كلامي فوق كل الدلائل ننتقل حاليا للفصل اللي بعدها خلني ايشوف شنو دليله انه الفويز مالتي مفبرك اول شي قال لي يا حباب انه انا قطع الصوت لان اول فويز حطيته ياسو قالت الو فجأة انقطع الصوت وهي بلشت بالفضائح هل هذا الشي صح؟ يب هذا الشي صح واخيرا حجيت كلمة صح هذي الشي صح؟ بس ليش سويته؟ السببين اول سبب يا حباب انه جانت ويانا بالمكالمة يوتيوبر ثالث وانا مش اتريد اقول منه لانه هذا الولد يا حباب هي وصلت عن طريقة وجدت يتفضح لنا ريدر وتتحجين عليه اشياء وبتألف لنا عليه اشياء من هو اليوتيوبر هو محمد جواني اوكي؟ هي جتي وطبعا هي غدرت بيه الف مرة وتعرف كل هزياني اشي مسوية بجواني وهي اصلا حتى جواني ما مصدقها وكننا اعرف حقيقة ريدر انه هو انسان جيد وهي اشياء كلها معالي انا كلني يا حباب رحطوكم الجزء اللي بعد كلمة له انا صراحة محطيته لانه ما لداعي هاي النقطة يعني ليش دحطها؟ بس اسمعوا اسمعوا عادية حطولكم يا اسمعوا مرحبا اه مرحبا مرحبا اه مرحبا اه مرحبا مرحبا وعندي محادث المريدر يأتي ويأتي انه انا اعطيته سترايكات ويأعطيته ثالث وقلت له حتى اعطيته انسان مجنون كيف انا اعرف لو انتم حكيت تلفونات كثيرة بحياتكم اول ما افتح الخط احكي الو ما بكون الشخص الثاني حكي شغلات ونعمله كت وكمل حكي كمان مرحبا انا مبين امو الكتل اوكي سويت كت وسمعتك الكت لانه مباشي مهم احد قيللك يا حبيب انا اريد احطلك المكالمة المكالمة مدهت لالس ساعات ويأتحشي على رادر انت تريدنا احطلك ايها كامل انت مخبال يعني ما دلشلون انت تريدنا احطلك ايها المكالمة كامل حطيت بس اشي مهم هكيد اتسوي كت يعني هكيد مرحطلك المكالمة كامل وحطيتلك اثبتلك ان الكت للي قصيتها ماكو شي مهم بي شي عادي شي...جدا عادي همين اعمل نفسك مازى بس اوكي هو زوجي طرح نفسه ليش ببقطعك ما كملت الباقي مع الفويز الأول اوووو لانه هزشي يوضح ا packet روجتي تطلب افضحها لانه انت يا خاروف ياسو مو حابب تشوف الناس الحقيقة وبترى الناسها يا بهايم يا حبيبي بهايم اللي يشوفون مقطعك ويقعدون بعد من الفط Dahaومي الطبيعيين بعد من شافوا مقطعك أكيد جوي وشافوا الحقيقة عندي واستمعوا الكلام واضح أن الصوت ما بي أي تقطيع وراء كلمة للألو وواضح الكلام الحجة على الريدر وما بي أي تقص وركزوا يا حبايب نفسكم أنه كل كلمة وحرفها السداحجي تحطو لكم دليل وياه بس بالشيء الثاني اللي قال أنه يثبت عساس الفويز من فبرك أنه أنت قناتك كلها فضايح اللي هي قناتي ونعرف أنه لو عندك هذا الفويز من زمان نشرتم عشان عند ميلاد أصالة متى كان قبل سبعي شهور فإذا هو قبل سبعي شهور وإنت مو شغلت بدكاش تفضح حدا أنت جديد وصلتك هاي الشغلات عشان هي كلها ومتى وصلتوا هاي الشغلات بعد ما ريدر عمل الفيديو تابعه تعبيت من المشاكل ريدر عمل هذا الفيديو وواضح أنه صار مشكلة بينه وبين ياسو بعدين سبحان الله مملكة القصص صار عنده هاي التسجيلات لياسو بتفضفض وبذلك ما واضح كثير أنه ما بضيع في ضيحة حاله لا فتتوقعوا الجد هو كان عنده هاي الشغلة من زمان وما طلعها أوكي حبيبي حابة وضح لك شغلة يا كتكوت إذا ما تدري أنه بالمقطع السابق من المسلسل ياسو حطيت لكم تصوير من التليفون الشاشة اللابتوب اللي شي مستحيل يتفبرك وبهوعدكم وقت التسجيل وقت مسجلة هو لابتوب مالتي أوكي فأنت انت انسان مخبض انت انسان مجنوم بس تريد توقف يا ياسو بأي طريقة بأي طريقة أخوي أخوي أهدي هدي هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك حبيبي انت كونيش متأثر بكونن وربي كونيش متأثر يعني سوي نفسك فاهم ودارك ومحنك ومدري شنو حبي انا عندي فضايح على كل واحد بالسوشيال ميديا وانت يتحكي فعليا كلام بدون اي دليل بس انا حطك دليل لو فعلي انا شخص اطلع احتي فضايحة اي فضايحة توصلني او اي شي يوصلني حوجه لك حاليا خزوق مرتب وقل لك انه انا حاتي وي ام نارينا بيوتي من حوالي السنة كاملة تمام ويحجت بدون علم بناتها ويقالت هذا الشي كان نشرته هدي يا حباي بالتاريخ انه مكانمة قديمة يعني بس لاني الرجال ابن الرجال ما اطلع احتي الا انا شخصي اللي اذيني واللي يسكت عن حقه الشيطان اخرس فياكيد لما شخصي يأذيني اطلع احتيالي بالاضافة انه مريانا بيوم الايام همين جدت وحشت على اخوتها ستيل لا اشياء رغم انهم حاليا انت صالحوا انا ما رح اطلع احتيالي هذا الشي هو تعمل حوالي 11 شهر هم كان اطلعت وحشت اجبت مشاهدات وكذا كذا كذا وهي التواريخ عمو تثبت لكم شو وقت صارت هذه المكالمات الحديث اللي بيننا بس انت تحتي كلام من راسك انا احتي كل شي بدليل 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 وثالث شي صار يقول انه انا ليش احتي فوق صوت خان مو مبدئيا واضح كثير ان امركب صوت فوق الصوت ما اجت هي امازموا او لا ما اجت ولا اقلت هاه اتا اتوقع مما عايش بالعراق فتعرف ان لنا تعدنا شوية ضعيف فالما تحتي مكالمه ستجرب تعالي صدق لي احتي بياك لا حشوف انه صوتي شوية يمكن اثانيتين يلا يوصلك فاني تطاعتك مكالمة 10 دقائق كنت تتقرد تاخدها اصلا ان تننت وتروح بها للمحققين للمهندسين ويكادولك ان هاي مكالمة فعليها حقيقية بس النت ويريد خربان فالهذا هي شوية كانت تتأخر الاتريد عليها وبالختام هو كذب ريدر انه هي اصلا ما كانت تناوية تشتكي عليه تره هي هددتني انه هي تريد تشتكي وتسجن ريدر قبل ما ينزل مقطعها اصلا يعني هاي المحادثة يا حباي بيوم شقاد 11 ومقطع ريدر شوكيد بيوم 12 وهي دا تقول لي انا رح اهددها او انا اقدر افوتها السجن ومنها الحاجة على كل ان يا حباي بما انه انه نهاية الموضوع بس واضح انه ياسو حنين حاتشين ويا عمره بالرب والدليل انه حنين سوت فول تقريبا قبل كم دقيقة من عمره بالرب ينزل مقطعه يعني هم محاجين ومتفقين فالهذا انا هكمل مسلسل ياسو ونشوف يشلون كانت تسبل كل ومنهم انتو يا جماعة بالرب وجماعتها يعني وهي تحكي عليكم الا دا طلع عمره بالرب طبعا ووضح الحقيقة وإلا دا هو طبعا دا هو صاحب حق خليص يطلع يحط دليلة انا عندي سائم ساقناتي مو يستعرض لي ريده وشي لي ريده فبالحالة كل شخص حطلع وتنكشف حقيقته بمسلسل ياسو قدام رب العالمين بذمة عمر ليش؟ لانه هو اللي حرضني وهو اللي خلاني ارجع احجي عمود اثبت انه كلامي صح انا سكرت الموضوع هو ورجع فتحها بس هذا اللي تريدونتو احبكم وبس مع السلامة اوكي حظايا طبعا امر بالربحة بوجه لك رسالة من هذا الفيديو لو انت رجال وقت كلامك وانت شخص قوي تعال تتحداني ملاكمة وانت شتري تتحداني ملاكمة محق الله شوفش هيصير ادى الورجال فعلا توافق على هذا التحدي وحدد المكان وحدد الوقت والدقيقة واني عندي استعداد اجيك وكل شي على حسابي وتصير المباراة